أقيم في مركز بي 21 للفنون في لندن فعالية فنية بعنوان ألوان سوريا في المهجر لمجموعة من الفنانين السوريين المقيمين في بريطانيا تضمنت عرض مختلف أنواع الفنون التشكيلية والموسيقية برعاية منصة أصوات سوريا تفاصيل أكثر في التقرير التالي أنا بشار فرحات أنا طبيب سوريا مقيم في لندن عندي احتمال كامل بكتوب شعر أنا أحد المنظمين لهذا الإفنت دينا بتنظيمه من فترة شوي أريده ألوان سوريا المنفية هي محاولة وتصليط الطب على ألوان مختلفة من الفن السوري بواسطة فنانين سوريين مقيمين في بريطانيا هي بتشمل كاليغرافي خط عربي بتشمل رسم بتشمل كرافيتي وفيها أيضا شعر موسيقى وغناء هي ألوان مختلفة من الفن يمكن اللي بيجمعه واللي عم نحاول نقوله هون نحكي لقصة سورية من خلال هاي الألوان من خلال عدة ناس سوريين موجودين هون ولا لن نعود ونحن الخطاط الكفات على عوسج لا رجوع وسمن الدروب كما نشتهيها ملكنا خطانا شهيدا 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 قرأنا النهاية حلما وبسمة طفل يخط على حائط الخائفين وصايا الحكاية القديمة موسيقى لما أندورا كاليغرافر شاركت بهذا الملتقى الفني اللي بتنظيم أسوات سورية بإذا عشر لوحة وخمس جلزة دين هاند مين موسيقى هاي اللوحات بشكل دائم أنا بشتغل بالخط الكوفي طبعا مع تعديلات بسيطة وكسر شوية قواعد صغيرة للخط الكوفي لأعمله بطريقة مودرن أكتر وألوان زاهية وجميلة متناسب كل الأزوار موسيقى أصوات سورية هي مو منصة منعزبة هي لا هي بتحاول أنه بتصليت الضوء على باقي المبادرات السورية اللي موجودة هون سواء فردية أو جماعية خصوص النجاح بتصليت الضوء على أسهامات السوريين للمجتمع البريطاني اللي عايشين فيه وتحاول تتغلب معهم على مصاعب الاندماج ودائما سعي لنطوّر كلنا مع بعض كمجتمع سوريا موسيقى مشاهدين أرحب في الستوديو معي بنور العبدو مدير منصة أصوات سوريا وأيضا أرحب بلم أندورة فنانة سوريا مشاركة في فعاليات ألوان سوريا في المهجر مساء الخير نور أبدأ معك هذا الفعالية الثانية للمنصة منصة أصوات سوريا الفعالية الأولى متى كانت وعلى ماذا ركزت أو شو موضوعها؟ الفعالية الأولى كانت بيوم 26 الشهر الأول هاي السنة كانت لندن نايت أوف سيرين كولتشر يلي استعرضنا في الأكل السوري مع كمان الموسيقى السورية كانت بكنيسة إذر بيرك وكمان حضرة كتير ناس من مختلف الجنسيات وهي كان الألوان السورية المنفية كان الإفنت التاني نعم طبعا الأكلات السورية متنوعة جدا ولحسن الحظ أنه أطيب الأكل جاية من المناطق المعارضة للنظام هيك أرى برأيي لأنه أكل الحلبي الأكل الشامي الأكل أكيد الدرعاوي ولا الديري وتقولوا منصة أصوات سوريا أي أصوات سورية هل كل أصوات سوريا أم أصوات عدا عن أصوات أخرى؟ أصوات سوريا هي منصة جامعة للسوريين يلي عبي صير أنه نحن عم نحاول نوصل لسوق السوريين أنه نحن هون اليوم باليوكي في عمنا أكثر من أهداف على مختلف الأصعيد في سوريين عايشين بمناطق النظام وفي سوريين عايشين بالمناطق المحررة الطرفين السوريين سواء وعالقين تحت أنواع من الاستبداد هي السياسي أو الديني فنحن عم نحاول مو نمثلهم أبداً بس أنه نكون صوت ألهم نكون موجودين لحتى نعبر عنه شو عاب يحاول يقوله وما عاب يقدره يعني على سبيل المثال أمبارح بمناطق النظام طلع مرسوم أنه تجريم معقوبة سجن ست سنوات لأي أحدا بينتقر الدولي على الفيسبوك ودائماً في نفسه هنية الأمة هذا كل عمر موجود هذه التهمية جاهزة بالمقابل مناطق النظام شفنا حالات مثل المحامة ياسير السليم أو ناشط اليوم قبل ساعات كمان تم اعتقالهم من قبل جبهة النصرة بس بسبب منشورات على الفيسبوك مو أكثر نعم فأصوات سورية بواحد من أهدافها عاب تحاول أنه تحكي يلي شيه هاد الناس حابين يقولوا ما عاب يقدروا هلأ حالياً في عنا حملة مستقبل سوريا عام ننفذها بالتزامن مع الذكرى الثامنة للثورة للثورة نعم فهي عاب تحكي عن كيف السوريين سواء باليوكي سواء بباقي بلدان أوروبا أو إما كانوا حابين يشوفوا المستقبل وأيضا في لندن على فكرة في مناطق خاضية على سيطرة النظام ومناطق خاضية على المعارضة السوريين في لندن أكيد أني أطياف متنوعة لما أنت نظمت هذا المعارض وشاركتي فيه كمان شو حسيتي أصوات سورية بس ليس فقط بالتأكيد ألوان من سوريا كما سميتيه الهدف منه بالضبط الهدف أنه إجمع هدول فنانين السوريين مع بعض نحن اليوم كلنا جايين جديد على اليوكي وحتى الفنانين السوريين نحن ما منعرف بعض كلنا الفكرة أنه نخلق تواصل كفنانين سوريين مع بعضنا ونخلق تواصل مع الجمهور إن كان إنجليز أو حتى عرب كانوا موجودين بهذا الإيفنت تواصل ربما لخلق جو أو حاضنة هون في بريطانيا للسوريين وإنما أيضا لتغيير ربما بعض الصور النماطية عن سوريا وعن السوريين وعن ما يجري في الداخل نحن دائما وقت نسمع كلمة سوريا للأسف صارت مرتبطة بالحرب والدمار بس عم ننسى أنه نحن عنا كثير جوانب مشرقة مثل الفن خلينا نقول بثقافتنا أو بحضارتنا فهذا الهدف كان الأساسي أنه نحن سوريين منعمل شي حلو عنا جوانب تانية مشرقة وشو موضوع لوحاتك؟ هل كان فيه موضوع إلى علاقة بالحرية بالهوية بأي شيء؟ هي معتمدة اللوحات بشكل أساسي على الشعر العربي بمختلف تواريخه يعني أنا مختارة شعر من كتير قديم وشعر كتير حديث أكيد الجمل اللي مختارتها هي العلاقة بنحن شو عم نعيش شو عم نحس إلى آخره فعلى هذا الأساس أنا بختار الجمل الشعرية تبعي وذكرتي بالتقرير أنه كان فيه تجديد وكسر قواعد للخط الكوفي اللي أنت اعتمدت بها قدي سهل كسر القواعد بهيك خط؟ يعني أنا طبعا مو تماما عم بكسر القواعد يعني بالنهاية الخط العربي شيء كتير حضارة بالنسبة لإلنا نحن لازم نحافظ عليها بس أنا عم حاول جدد شوي أني عم ضيف شوية تشكيل زيادة أو حط همزات إلى آخره بس الفكرة حتى التجديد عم بيكون بالألوان الفكرة الثانية اللي هي عم بحاول أنا أعمل الهيل كاليغرافي على جزدين اللي أنا عم بعتبرها حتى لوحات متنقلة وهل كان فيه ترجمة طبعا للعبارات المكتوبة؟ تماما كان فيه ترجمة وكانت كتير عم توصل للناس الإنجليزي اللي كانوا موجودين نور قديل نقناعي نسبة الحضور الأجنبي خلينيون أو الغربي أو البريطاني ولا معظموا سوريين وعرب؟ دائما عم تفاجأ بناس عم يجوا من جنسيات مختلفة يعني كان فيه من يوم السبت كان فيه ناس جايين من شرق آسيا كان فيه ناس جايين من مختلف الدول الأوروبية تفاجأنا يعني أصوات سورية فخورة أنه عم تقدر توصل تشرح هذا السياق اللي ضمنه الشعر عن شيء من حضارتنا شيء من الحضارة السورية العريقة يعني لأنه اليوم فيه مشكلة اليوم فيه كلمة سوريا مرتبطة بأذهان أي حدا بيجي أنه أنا سوريا فأول شيء بيرتسم بباله هو حرب أو بيقول أنه في بلادكم حرب أهلية بيقول كلمة هيك وكأنه هاي كلمة سهلة أنه تقولها يعني مع أنه أنا ما بطالبه أنه يقول أكتر بس كمان يعني كلمة حرب أهلية هي تقيلة هي مو موجودة بسوريا فنحن دائما صحيح هذا الأسرار بيجليك تعمل رجل فعل نشرح للناس أنه شو يلي صار بسوريا وشو يلي أدى لهيك وأنه أصوات سوريا هي منصة ثورية ما بمعنى أنه هي أخذة طرف اليوم في مشاكل موجودة عند الجميع هي تكون أخذة طرف يعني بحق إلا لا نحن مفهوم الثورة بمعنى التغيير الإيجابي على الجميع على بشار الأسد كاستبداد سياسي على جبهة النصرة وداعش كاستبداد ديني ضد كل الثورة على المجتمع حتى على العادات على التقاليد نطول بالك ما بنا نغير كل شي بس خليلنا شوي التغيير الإيجابي للمجتمع يعني الصد من المجتمع هذا هو طرف أصوات سوريا نعم والرسالة عم توصل يعني من السهل بمكان إيصال هيك رسالة فعلا أنت قلت من البداية نشرح لنوين الواحي بده يبلش هل الرسالة عم توصل بهيك فعاليات وهيك مبادرات بالعودة شوي للحكي على نشاطات أصوات سوريا وأهدافها لا أكثر من هدف لا هدف بناء المجتمع السوري باليوكي ترك السوريين يلي هم موجودين باليوكي متصلين بالسوريين يلي هم موجودين بسوريا سوريا بحاجة لإعادة أعمار عاجلا أم آجلا وجزء كتير كبير منه رح يجيب من السوريين يلي هنوا عايشين هون كمان فيه هدف النورجي أنه نحن خلال تصديد ضوء على قصص نجاح السوريين بالمهجر أنه نحن السوريين أو هذول السوريين في حال أخذوا هامش الحرية خرجوا من سلطة القمع والأرهاب والاستبداد السياسي أو الديني مجددا يلي موجود بسوريا هذا الشي اللي رح يطلع معهم يعني النجاحات كلها طلعت بأوروبا السوريين عم بيتم اختيار الأعمال المشاركة أم عموما فيه إعلان مفتوح لكل السوريين الموجودين في بريطانيا لا يشاركوا معكم بالمنصة وهل المنصة رح تتحول لاحقا ربما إلى مكان تجمع للسوريين كلوبي سوري في بريطانيا ما حتكون لوبي ولا رح تأخذ شكل أكتر من شكل مجتمعي ولا رح نحمل أكتر من طاقته بالإضافة فيه إمكانيات بسيطة يعني الفكرة أنه نحن في عنا فريق من الأشخاص الناشطين الفاعلين باليوكي يلي نحن نعتمد عليهم عن طريق التواصل معهم عن طريق كمان أنشطهم أنه نبني شعبية المنصة ونوصل أهدافها ورسائلها من خلال الناس يلي هنو كأشخاص فاعلين مسبقا الناس بتعرفهم توصل أفكار المنصة فهذا الشيء يعطينا سرعة انتشار أكبر يعني خلال ستة شهر عمر المنصة يعني رقميا الشغل اللي يصير كتير كتير حلو لما صار لك بريطانيا سنة السنة بالضبط أدي بهالسنة حسيتي حالك غريبة حسيتي حالك تنتمي لهذا المكان كسورية جاية من مكان آخر مختلف تماما طبعا دائما البدايات كتير صعبة ببلاد خلينا نسميها بلاد المهجر لأنه لسا ما عنا هاي المعارف ما عنا أرضية أو خلفية تماما عن البلد نحن عايشين فيه شوي شوي عم تمبنى وعم تكبر هاي الصورة بزهني وبالنسبة لشغلي وقدي هيك معارض بتجمع هذا إذا بدك من جهة بتجمع السوريين ومن جهة تانية هي معارض ثقافية وفنية وبالتالي الجو فيها بيكون حميمي ودافي أكتر من غير الأماكن قدي بتساعد على تأقلم مع المكان كتير مهم لإلي كانت هاي المشاركة الأولى لإلي ببريطانيا خليني سميها كأعمال فنية وبشكر أصوات سورية طبعا لهذه الفرصة كتير مهم التواصل مع ناس جدد إن كان فنانين كان عرب أو سوريين إجوا حضروا هذا الإيفنت أو حتى إنجليز بيخلق نوع من التعارف نوع من الصداقة أو حتى ممكن تخلق فرص أو فعاليات جديدة بالمستقبل ممكن شارك فيها أنا من دعيت ولا وصلني بطاقة ولا قريت شي على الفيسبوك أصلا وعتباني جدا بس هاي بعد الحلقة وسؤال عم تخططي للشي معرض جديد؟ يعني أكيد ببالي كذا فكرة فقط لنسوريين اللي ببريطانيا ولا ممكن أيضا أن نروح التعاون مع سوريين موجودين ببلدان قريبة في أوروبا طبعا بتمنى تعاون مع كل السوريين أو حتى مو بس سوريين يعني أنا بتمنى أنه هذا الشعر أو الخط العربي يوصل الأوروبيين لأكبر شريحة ممكن أن نحن فينا نوصله نور موضوع التمويل يعني هو الموضوع دايما الأصعب وخاصة بما يخص المشاريع الثقافية وخاصة المشاريع السورية قبل شوي كانت صديقتنا المخرجة الفلسطينية عم تحكي عن الصعوبات التي بيواجهها الفلسطينيين بالحصول على التمويل لي مولوا مشاريع ثقافية تدعم قضيتهم طبعا قضيتهم بمفهوم التازج والجديد أدي صعب بالحصول على التمويل ومن وين بتحصل على تمويل المنصة صعب كتير يعني مو من السهل وهذا السؤال اللي نحن دائما نطرع على حاله وبكرة وبعدين كيف نحن مننا نستمر لحسن الحظ أنه هلأ هو مشروع أصوات سورية يبدأ كفكرة من عبد القادر حبق اللي هو الأساسي اللي هو يبدأ هذه الفكرة نعم واجتمعنا مع بعض اللي هو الشاب أجه من سوريا من تقريبا من سنة نعم مصور وخطرت في باله الفكرة أنه هذا النوع من الفيديوهات أنه لما اجتمعنا أنه بس كيف هذا الجهد كيف نغطيه فمتطوعين يعني نحن ثلاثة أشخاص نحن متطوعين وبالإضافة للإنفلونسر دائما موجودين معنا ومتطوعين معنا وأنا دراستي بالأساس هي أنا جيت عن طريق منحة حكومي لدراست ماجستير هون أنه كان مختص بهذا الفاندريزين بالتمويل تركت إدلب في 2017 بنصف 2017 آه حديثا جدا فإنه هذا كانت اختصاصتي الماسترز تبعي بالجامعة هو بالتمويل فدائما منحاول نقدم على منح منحاول نحقق الاستدامة بعمل المنصة بس دائما في صعوبات لحد اللحظة كونه مشروع جديد نتمنى ما يكون التمويل عائق أمام أي مشروع ثقافي أو فكري غاني لألنا ولا الجمهور شكرا جزيلا إذا نور العبد ولما أندورا شكرا كثير لمشاركتكم لحضوركم إلى الاستوديو فاصل أخير مشاهدين ونتابع بعد